اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واستخدام مصطلحات متعددة الحريات الديمقراطية حقوق الانسان حق المرأة حق الطفل الحديث عن الارث الميراث كثير من الامور التي يتم طرحها ومناقشتها في هذا المساء ونحن نبحث في علاقتنا مع القانون نحن نتذكر أننا نحن مسيحيون ولي الإضاءة على علاقتنا هذه نحن المسيحيين بشكل خاص مع القانون أردنا أن نستضيف سيدة عرفتها منذ مدة طويلة عرفتها تحت مظلة حقوق الإنسان واليوم هي تأتينا وهي تحمل عنوانا عنوانا طيبا كريما هو أنها قاضية في محكمة كنسية ضيفتي ضيفتكم هي أول قاضية في محكمة كنسية إنها الأخت الأستاذة كريستين فضول قاضية محكمة استئناف الروم الأورتدوكس رحبوا معي بضيفتنا أهلا وسهلا أهلا أبونا أهلين فيك أهلين شكرا على هاي المقدمة شكرا أبونا العفو نحن سعداء أنك تلبينا دعوتنا الله يخليك سبحيلي بداية أن أبارك لك شكرا بأنه أنت يعني صورة لهذا الإنجاز الذي حققته الكنيسة الأورتدوكسية وهذا إنجاز يسجل للبطرياركية لغبطة البطريارك لسيادة المطران للأردن شكرا وهو إنجاز أيضا للمرأة للمرأة الأردنية فمرحبا بك ومبروك شكرا أبونا وأنا كمان بدي أبارك لك على الثقة الملكية بعادة تعيينك في المركز الوطني لحقوق الإنسان هاي المؤسسة كمان اللي منحترمها مؤسسة وطنية تعنا بحقوق الإنسان واللي اللي بدي أحكي إنه المرأة كانت ولا زالت موجودة في الكنيسة يعني من وقت السيد المسيح له المجد من وقت السيد المسيح المرأة كان إرها رسالة وجدناها عند الصلب وجدناها عند نشر الرسالة وجدناها في كل مراحل لغاية الآن لغاية الآن المرأة تعمل في الكنيسة من خلال لجنان نسائية موجودة بكل أنحاء المملكة لكن وجود المرأة في المحاكم الكنسية كان شبه معدوم يعني أنا لما بديت من 1999 أبونا وبيت أخذ قضايا الكنسية اتخاصمت مرة واحدة مع أخت وزميلة وحتى كانت منابة كان جو المحكمة جو ذكوري عرفت كيف فهلأ أنا نقوان أن المرأة كمان تدخل بموضوع المحاكم الكنسية وهي مش موجودة بس على شكل قاضي ولكن موجودة كمان من خلال أخصائية اجتماعية أخصائية نفسية طبيبة طبيبة موجودة كمان كمحامية سواء تترافع بالقضايا صاروا كثيرا هلأ اللي بيجوا أنا بنبسط لما أشوفهم صار في تعيين كمان لمحامية بالديوان ف يعني يعني وجود المرأة ضروري بالكنيسة بجميع المجالات بما فيها المحكمة هو هو تعيين حضرتك كقاضية في محكمة استعناف الروم الأردوكس هذا سابق ونأمل أن تقتدي بها المؤسسات الأخرى أكيد في الأردن يعني محكمة الروم الأردوكس وهذه شهادة أمينة ومحايدة محايدة رغم محبتي لي للكنيسة الأردوكسية في الحياد أقول أنه تم الكثير من الإنجازات في هذه المؤسسة التي نعتز بها في محكمة ناجحة أيضا هي محكمة بطرياركية اللاتينية أيضا فيها هذه المؤسسية أنا هنا يعني حبي نسمع من الأستاذة كريستين إيش هي المحكمة الكنسية في نظر القاضية الأولى سيدة كريستين هلأ قبل في نظري أنا أنا أبدأ أقول شو رؤية الكنيسة للمحكمة يعني هلأ الكنيسة تنظر إلى المحكمة الكنسية على أنها أداة لتحقيق العدالة لجميع أفراد الأسرة وأنا هذا الإشي كريستين وكناشطة وككنت محامية وهلأ قاضي بآمن بهذا الشي أنه هاي المحاكمة الكنسية هي عبارة عن أداة لتحقيق العدالة لأفراد الأسرة لما خاصة لما نحكي عن محكمة لما نحتاجوا هذه المساعدة لأنه أنت بتعرف أبونا بالعيال في مشاكل بيصير مشاكل والمشاكل هذه بتصير عند الكل لكن في مشاكل بتصير بتتأذن نعم بحاجة لمساعدة بحاجة لتدخل هون بيجي دور المحكمة الكنسية فالمزبوط هلأ كيف هذه الأداة اللي هي المحكمة الكنسية كيف بتحقق العدالة وقواعد العدالة والإنصاف لجميع أفراد الأسرة من خلال تشريعات كنسية مستقى أحكام من الكتاب المقدس ومن حياة السيد المسيح له المجد على الأرض هذه التشريعات الكنسية منظومة التشريعات الكنسية هذه تصب زي ما قلت في مصلحة الأسرة وهي عبارة عن إذا بدنا نعطي هيك شوي عن التشريعات الكنسية في تشريعات عامة مثل قانون مجالس الطوائف المسيحية هذا قانون عام يطبق بكل المحاكم الكنسية بما فيها المحكمة الأرثودوكسية في نظام رسوم المحاكم كمان هذا نظام يتبعه كل المحاكم الكنسية لكن لغاية الآن هو صيغة موجودة على الديوان الرأي والتشريع في الصفحة تبعتهم نافذ الآن هلأ أحكي لك أبونا إحنا بالنسبة لإلنا من أول ما تم تثبيته بديوان الرأي والتشريع إحنا بدينا نطبقه ليش منطبقه لأنه فيه عدالة للعائلة عشان تقدر توصل للمحكمة لأنه رسومنا عالية بصراحة كانت نعم كانت عالية في محاكم 1500 دينار إحنا الروم الأورتودوكس رسوم الطلاق والانفصال إحنا عنا الروم الأورتودوكس كان 750 دينار والاستئناف ألف يعني تخيل إذا نفقه بدهم يستأنفوا بيستأنفوا بألف نفقه يعني فهون نظام الرسوم كتير كويس إحنا التزمنا فيه كمحكمة كنسية تخيل هلأ عنا قضايا الطلاق والانفصال وفسخ الزواج والبطلان 450 بينما القضايا اللي فيها نفقة حضانة مشاهدة 50 دينار حتى بالاستئناف يعني لو إمرأة مش قادرة مثلا ممكن تدبر هال 50 ليرة يعني من اللي حواليها فهذا إشي كويس وهو عام وفيه كمان قانون الإرث اللي لساته مسودة ممكن كمان هذا من القوانين العامة نعم هلأ فيه قوانين خاصة بكل محكمة بكل طائفة نعم بكل كنيسة مع فكرة يعني الاختلافات اللي بينها بتتعلق بموضوع الطلاق خلينا نقول الانفصال الانفكاك الزواج زبنا نحط امبريلا يعني لهذا فقوانين الأحوال الشخصية هي قوانين خاصة وإحنا هلأ كنيسة أرتوكسية عملنا منشتغل على تحديث هذا القانون لأنه هو قانون قديم قانون من وقت الامبراطور جستنيان 545 أظن أو 54 كانت كان على شكل سكوك على مر الزمن بالألف وتسعمية وعشرين البتركية الأرتوكسية في القدس قامت بتجميعه على شكل قانون سمته قانون العائلة هذا القانون فيه ميزات كتير ولمصلحة الأسرة لجبيع أفراد الأسرة سوى مرأة سوى رجل سوى أطفال لكن إيش المشكلة زي ما حكيت لك أنه هي قديمة ومش بس عندنا عند اللتين مثلا من سنة عندهم قانون الأبرشية للأحوال الشخصية أمره فوق 80 سنة فهي بحاجة لتحديث لأنه لأنه الحياة بتتغير متطلبات الحياة بتتغير فيه نواحي نواحي اجتماعية أنه يصير لتشريعات الكنسية كمان تعديل وهذا طبعا أبونا صار من هذا الحراك بدي أقول وجد له قاعدة خلينا أقول تشريعية من خلال تعديل الدستور الأردني بالعام 2011 لما نتعدل بالمئة وتسعة المادة مئة وتسعة على اثنين مئة تمانية ومئة وتسعة ألف نعم بتحكي بتحكي عن أنه يعني لمجالس الطواقف المسيحية في الأردن أنه اتعدل تشريعاتها وهيك بتركيتنا ومطرانيتنا توجهت بهذا الاتجاع وصار فيه يعني تأسيس لجنة لجنة لغاية تعديل التشريعات الأرثوذكسية قسم منها شاف النور يعني مثلا قانون أصول محاكمات كنسية هذا هلأ احنا عم نشتغل عليه يعني عم نطبقه بالمحكمة الكنسية قانون جديد قبل كنا نستعمل قانون أصول محاكمات مدني القانون الوطني العادي هلأ ليش احنا استعملنا او ليش احنا استحدثنا قانون أصول تقادي خاص فينا لخصوصية بعض الإجراءات الكنسية اللي يعني مش بتتميز لكن هي موجودة وفعلا هي ميزات موجودة بالقانون يعني مثلا أعطيك مثال الأصل هو سرية العلانية المحاكمة الأصل هلأ بالقانون اتبعنا احنا منستعمل السرية في بعض القضايا ليش لأنه تعرف البيوت في إلها حرمة وفي إلها يعني في ناس ما بيحبوا أو نوع القضية نفسها بتستوجب علينا إنه إحنا نعملها جلسة سرية أنا أكون بدي أسألك أنت كنت محامية وناشطة حقوق إنسان كنت عملتي في في وحدة الشكاوى والخدمات القانونية في المركز الوطن إلى حقوق الإنسان وانتقلتي إلى إلى مظلة القضاء نعم شو الفرق بين إيش الفرق بين المحكمة الكنسية والمحكمة المدنية أبونا أنا أول شي أنا ما أخدت غير قضايا كنسية ما أخدت قضايا مدنية يعني أنا تخصصت قضايا كنسية وحقوق الإنسان هلأ إذا بدك تقولي الفرق بين التنين لا بدأ المحكمة يعني إحنا حكينا المحكمة في سرية الآن حسب أصول قانون أصول التقاضي وإجراءات المحاكمات أنت أنت لماذا تختلف بماذا تختلف بماذا تختلف المحكمة الكنسية مدام أنه مصدرها في التشريع هو شرعة السيد المسيح والكنيسة والكتاب المقدس بميزها أول شيء أنه هي فقط تنظر في قضايا الأحوال الشخصية بغض النظر عن الموضوع سواء كان طلاق بطلان حضانة مشاهدة إرث تقارج كل هذه الأمور يعني هي متخصصة فقط في قضايا الأسرة نعم هي متخصصة في قضايا الأسرة في شغلة تانية كمان موجودة بالمحكمة الكنسية وهذه ما صارت إلا مش بعد ولكن بالتزامن مع استحداث قانون أصول التقاضي وهو التركيز على موضوع المصالحة بين الأطراف هاي مهمة جدا موضوع المصالحة بين الأطراف لأنه قد يكون الشرخ يعني مش كتير كبير ما بده هذا ممكن يصير فيه مصالحة فمن خلال القانون تم مأسسة العمل في المصالحة بين الأزواج من خلال بيت العائلة المسيحي وهذا المذكور بالقانون هذا مذكور لكن مش موجود بالقضاء المدني موجود عندنا بالقضاء الكنسي أسرة هاي أسرة نعم نعم إذا بدنا تحدث بالأرقام ألا تعتقدين أنه على المحكمة أن تفتخر بأرقام القضايا التي حلتها وديا بدلا التي قامت بفض النزاع فيها أو أو إصدار قرار أو إصدار قرار نعم أنا رح أكون صريحة معك أول شيء أرقام ما عندنا لها لأننا مش عاملين إحنا يعني خلنوحوا المراجعة وإحصائيات وإلى آخر أنا لكن بعطيك نسب هلأ القضايا وبحسب هذا أنا سمعته من أبونا سالم مدينات وهو قادي وهو مسؤول عن بيت العائلة المسيحي وهو كان قادي لمدة أكتر من 14 سنة ومش لحاله معه ستاف وأخصائيين وطب وهيك القضايا إذا راحت على المحكمة نسبة إنها يعني يتم فيها الصلح شوي أصعب لكن لما بتروح على بيت العائلة بيحاولوا قدر الإمكان إنه يعملوا مصالحة بين الأطراف قدر الإمكان لأنه فيه إرشاد أسري فيه تدخل نفسي واجتماعي حتى تدخل طبي هلأ لما تروح على المحكمة فيه يعني بديش أنا ألوم زملائي بالعكس بالعكس كل الإحترام للجميع للمحامين فيه كتير بيشتغلوا كمان إنه يحاولوا إنه يقربوا بين وجهات النظر فيه لا بيأخذوا كبزنس يعني عرفت كيف فهون المشكلة فإذا القضايا إن وعت أو المشكلة راحت على بيت العائلة احتمالية إنه تنجح عالية جدا إذا راحت على القضاء الاحتمالية أقل لكن مش معدومة بمساعدة المحامين إذا هن يعني حاولوا حاولوا يعملوا نوع من المقاربة خلينا نقول بين الزوجين أنا لو كنت لو كنت بدي أسأل عن دور المحامين دور المحامين دافع عن موكلهم عن موكلهم الآن هل تسعى المحكمة أو المحاكم الكنسية في الأردن إلى التدخل لحل ودي ومصالحة نعم يعني بناء على على النص ونصوص شكرا لكتاب المقدس نعم نعم موجود أبونا أكيد المحكمة بتسعى آه بتسعى كتير لدرجة إنه لدرجة إنه صار مأساسة لهذا العمل وبيت العائلة المسيحي هو تابع جزء أو أحد أجهزة المحكمة ممتاز يعني القاضي أحكي لك هلما تروح القاضية على محكمة البداية بيحولها عندهم وبيصير فيه تقرير والتقرير هذا بنحط بملف القاضية هذا بيساعدنا كتير رائع رائع يعني هذا إنجاز هذا إنجاز نعم يسجل لهذه المؤسسة السؤال يعني الذي يطرح نفسه مدد التقاضي ايش نعم شكرا على هذا السؤال أبونا يعني أول ما بدينا نشتغل كقضاء بال2020 معنا مع سيادة المطران خلستوفوروس رئيس أساقفة الأردن للطائفة الروم الأرتودوكس كان واحدة من الأشياء اللي ركز عليها هو سرعة الإنجاز مش على حساب جودة العمل لا لأنه كتير مسموعاتنا كانت إنه إحنا منطول بالقضايا وإلى آخرين مسموعات مين المحاكم بالعموم محاكم بالعموم 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 لا مش مش مسموعات واقع نعم نعم أنا بيجيني عم بيجيني اتصالات هون وكذا إنه في بعض المحاكم ببطء أربعة وخمسة سنين لا 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 هلأ لا هلأ إحنا إذا بحكي لك في عنا قضية أحد المحاكم نعم أحد المحاكم في عنا قضية خلاص لها بأربعة شهر إحنا فصلنا بقضية بالاستئناف بأربعة شهر مرات بتطول بيكون مثلا البينات مش كاملة الشاهد ما أجع بيكون فيه تقرير خبير نعم هاي الأمور لكن إذا الملف مكتمل ما بتطول الأضايا زي الأول بالعكس فيها يعني أرقام قياسية عمالنا يعني بننجزها بتفدت فيها بالقضايا نعم لأنه يعني أستاذة كريستين أنت قاضية ومحامية وناشطة حقوق إنسان قبل القضاء أنت زوجة وأم وبيت في أسرة نعم يعني ما هو يعني ماذا تعني الأسرة للقاضي في المحكمة الكنسية ماذا تعني نعم هذا كتير مهم إنه نفهم شو هي الأسرة وليش إحنا رايحين نتجوز مثلا الخطاب لمن يتزوجوا ليش عمالهم بتزوجوا هل بتزوجوا لأنه بدهم عم بفكروا فعليا بشركة الأسرة إنهم يدخلوا على هذه الشراكة من هيك المحكمة الأرثوذكسية بتتدخل بالموضوع الوقائي خليني أقول أنا حكيت أول عن العلاجي نعم الموضوع الوقائي هلأ فيه برامج لها حوالي أربع سنين أو تلت سنين عبارة عن تدريب للخطاب المقبلين على الزواج تأهيل تأهيلهم من جميع النواحي يا سلام من نواحي اجتماعية من نواحي نفسية بنجيب أخصائيين يعني من نواحي اقتصادية كمان بتهيأوا هدول الخطاب لا المرحلة اللي بعدها قبل كان الإشي عشوائي إذا الخوري بده يفسر لهم شوي أو إلى آخره لا هلأ دخل ضمن عمل مؤسسي بالمحكمة الكنسية الأرثوذكسية وصار موضوع الوقاية موضوع مهم لدرجة أنه إذا الخطاب ما حضروا هاي الدورات هو متطلب من متطلبات الزواج يعني احضر أول وبعدهم تيجي بتجيب بقية وراءك عرفت كيف فهذا أنا بتصور بساعة كمان للتخفيف من حالات الطلاق لأنه ما لأسف عمالها بتزيد يا سلام شو تفسيرك لازدياد حالات الطلاق والنزاعات الأسرية والخلافات الزوجية شو السبب؟ أدي سيدة مزيحية أول أول إشي البعد عن الكنيسة أبونا البعد عن الكنيسة مشكلة كبيرة يعني لازم الإنسان يعرف أنه هو ضمن نظام مش بس اجتماعي ولكن روحي إذا أنت بتفهم إيش حقوقك وواجباتك كإنسان سواء كنذكر أو أنثى ساعتها بتقدم على موضوع الزواج فإذاً فيه بعد عن الكنيسة وهذا بيسوي مشاكل كبيرة رائح فيه شغلة تانية كمان موضوع غير البعد عن الكنيسة كمان عدم تهيئة زي ما حكيت قبل شوي عدم التهيئة لمرحلة الزواج هذا كمان مهم جدا يكون فيه تهيئة فيه شغلة كمان مهمة بتواجهنا بقضايانا أبونا وهي تدخل الأهل الأهل بتدخلوا يمكن عن حسنية هن بدهم يساعدوا مثلا ابنهم أو بنتهم لكن بتنقلب الأمور فبيصير تدخل سلبي لأن الأهل من محبتهم لأولادهم آه أنت صح أو أنت صح وهو غلط أو هي غلط هذا بيعمل مشاكل بالأسرة من هيك لازم الأزواج قدر الإمكان أول شي حافظوا على سرية الزواج هذا المقدس والأهل إذا استشارونا لأولادنا نكون محضر خير قدر الإمكان لا ننذم بالطرف الثاني لأنه زي ما أنا ابني أو بنتي عنده عيوب أو غلطوا ابن العالم أو بنتهم كمان عندهم عيوب وممكن يغلطوا فإحنا لازم نوصل لنتيجة مع أولادنا إنه نحببهم بفكرة الزواج واستمرارية الزواج وديمومة الزواج وليس العكس شو رسالتك أستاذة كريستين بعد خدمتك بالمركز الوطني لحقوق الإنسان والآن أنت قاضية وقاضية عتدوا بها ما شاء الله إيش نصيحتك للمرأة المسيحية إيش نصيحتي للمرأة يمكن أول شي أنا بآمن إنه المرأة مش فقط يعني تعمل واجباتها البيتية هذا إشي أساسي تربية الأبناء إشي أساسي يعني أنا أذكر مثلا لما أجع ابني الثالث ولهو الصغير يعني هلا ما شاء الله صار زلمة الله يخليك عرفت إنه أنا بهديك الفترة قبل 30 سنة كان صعب أخلي ابني بالحضانة مش زي حضانات اليوم فبديت يعني تربيتي لأبنائي أولوية أعطيتهم الأولوية لكن أول ما صاروا قادرين إنهم يحبوا بهالدنيا لأننا كلنا منحبه لنوصل للي بدنايا فعبينما يكبروا شوي شوي ودخلوا على الكي جي وان والكي جي تو ساعتها أنا رجعت للشغل عشان ما أقصر بواجبي بالبيت نعم فهلأ بتعرف إحنا النساء ما زمهم عاملات ما زمهم مثقفات هذا ما يأثر بطريقة سلبية على أسرتهم وبيتهم بالعقس هذا لازم يكون شيء إيجابي عشان اللي بتتعلموا بالحياة وبالحياة العملية تطبق الأشياء الجميلة منها بالبيت تحت الهوى قبل نبدأ أنت قلتيني قصة بدك تشركيها يعني تشركي المجتمعين فيها نعم شوي عن وديع الصافي أنت حكيت عني أنا أنا بحب القانون أو قانونية وكمان الهيومن رايتس بس بحب كمان الفن والفن الراقي نعم أذكر لأنه قبل فترة يعني فترة طويلة يمكن من عشرين سنة أجع وديع الصافي وابنه على كنيسة اللاتين تيرت له وكنت أنا بالكنيسة وزاد اهتمامي فيه أنا بعجبني هذا الفنان فبأحد مقابلاته الله يرحمه طبعا هلأ اتوفى بأحد مقابلاته كان يقول أنا اشتغلت مع فنانين وفنانات وسافرت وروحت ويجيت لما قررت أني أتزوج اخترت امرأة فاضلة اخترت بنت الكنيسة وفعلا من أطول الزواجات بال من الفنانين بالوسط الفني هو يعني وديع صافي نعم أنه يعني عائلة مقدرة من مرأة وولاده وهيك يعني شوف أنا بقامن كمان اللي بيمسك ضرفة العائلة هن التنين يعني الرجل والمرأة المرأة لحالها ما بيكفي الرجل لحاله ما بيكفي التنين بيكملوا بعض هذا مهم جدا وهذا موجود بالإنجيل يعني زي ما حكيت لك أبونا أنه المرأة كانها لدور من البداية من وقت سيد المسيح ولغاية الآن ليش عم بتزيد حالات الطلاق عنا بمجتمعنا؟ قلنا قلنا هي موضوع موضوع البعد عن الكنيسة موضوع تدخل الأهل بتحسي أنه يعني إحنا شو دور الكنيسة في تقريب الأسرة والمؤمنين إلى حضنها؟ في طرق كتيرة نعم وطرق جميلة جدا بتعملها الكنيسة وهي من خلال مثلا سيدات اللي بيسموهم لجان الكنيسة لجان المرأة بكل المملكة عندنا من أقصاها إلى أقصاها بكل الكنائس فيه لجان للنساء يعملنا بخدمة الكنيسة في عندك شبيبات الشبيبة على فكرة مرحلة خطرة بيستقبل بسرعة عرفت كيف؟ بدك تأسس هذه الشبيبة في عندك مدارس الأحد اللي هي للأطفال فإذا الكنيسة بتلعب دور كتير كبير في عملية دعم الأسرة إنه تضلها في حب الكنيسة والأسرة نفسها كمان لازم تشتغل على حالها أنا بدي أعود الآن إلى إلى رسالتك ليش أقول منه القضاء هو القاضي حامل رسالة رسالة العدالة وميزة القاضي الكنسي إنه قاضي محب قاضي يتحدث باسم الكنيسة اللي هي الأم الحنون الرؤوم الآن عندما نقرأ عن القانون الكنسي والآن فيه إشيء ثقافة حقوق الإنسان يعني ما مدى تقابل أو تطابق ما مدى الاقتراب ما بين يعني دور المحكمة الكنسية في تطبيق القانون الكنسي الحب الرحمة الخضوع لله وحدة الزواج الحفاظ على الأسرة البنون وثقافة اليوم اللي بتحكي عن حقوق الإنسان من تجربتك نعم شوف أبونا بدأ أحكي لك حقوق الإنسان هون والقانون هون شو هي حقوق الإنسان؟ نعم هي مجموعة امتيازات متعلقة بالإنسان يحميها القانون يعني انت بتقدرش تبعد القانون عن حقوق الإنسان ولا حقوق الإنسان عن القانون بدي أعطيك مثال نعم قانون العمل معاشي بلاش نحكي حقوق مرأة وحقوق طفل وإلى آخره قانون العمل رح تقول لي شخصوا هذا بالحقوق الإنسان؟ لأ هو حقوق إنسان نعم هو حقوق إنسان لأنه في حقوق للعامل وفي حقوق لرب العمل صعب العمل والعلاقة اللي بينهم وحقوقهم بنظمها القانون فإذا ما بتقدر تبعد التنين عن بعض هلأ أنا كان توجهي بالمحاكم فقط بالمحاكم الكنسية ليش تبين أنه هي حقوق لصيقة بالإنسان أكتر من غيرها يعني لما نتقول حق الحضانة للمرأة ما بتقدر المرأة أنه هي مش مستثنية يعني هذا حقها والحقها هذا بحميل قانون إلا إذا كان فيه إسقاط لهذا الحق للأسباب التالية عدب كفاءة هذه مثلا الأب الأب عندنا بالتشريعات المسيحية كمان إله دور الأب كمان إله دوره إله رسالة بتربية أبنائه من هيك أبونا أنا بزع المرات بأضايا الانفصال وبأضايا الطلاق بينسوا أنه فيه أطفال وحتى بالمشاكل البيتية الطفل هو كمبيوتر فاضي وبيستقبل يعني أنا مثلا أو أي شخص منتذكر طفولتنا منتذكر الأشياء اللي صارت زمان اليوم قولي مبارح شو أكرت شو بعرفني ناسي فإذا لازم ننتبه لازم الأباء يعني الوالدين الوالدين ينتبهوا لتربية أبنائهم تربية مسيحية صالحة وإذا صارت مشاكل هاي بتصير بكل البيوت وإذا تطورت أكتر ووصلت للمحاكم مع الأسف أبونا بتجاكر وعلى حساب أولادهم ما بيصير يعني إذا المرأة تلع لها حق الحضانة طب الأب ما هو بديه يشوفه بديه يشاهده وإذا الشاب الأب عنده حق الحضانة المشاهدة وكان الطفل مثلا عنده بيصير مثلا يحكي على أمك صوت هيك أمك صوت هيك أمك نوتي أو هي بتصير تقول هاد رح يتذكروا لأولاد هن مش عارفين إنه هن عم بيعملوا الجكر تبعهم مع الأسف مش الكل مش الكل حرام يعني ما بيصير ما بيصير إنه نحط الكل بقالب واحد لأ لأ حرام لكن مصلحة الأطفال بحكي لك أبونا إحنا بالمحكمة الكنسية أننا ياها نقطة ضعف كلنا سواء كريستين فضول سواء الهيئة بالاستئناف البداية كلنا دايما توجهنا إنه وين هو مصلحة الطفل الفضلة هذا مهم جدا ودايما لما نصير حالات طلاء منقولهم نترجاكم إنه أوكي هلأ أنتم فصلتوا بس ديروا بالكم على ولادكم وفيه شغلة تانية تعلمتها كمان بالمركز الوطني لحقوق الإنسان أن كتبت تقارير عن الأطفال في نزاع مع القانون اللي هن الأحداث وكنت أتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية اللي كانوا كتير يعني متعاونين مع المركز كنت أرجع لتقارير قديمة عشر سنين لورا بدي أشوف شو أسباب الجنوح ليش الطفل برتكب جريمة هذا طفل الطفل أصلا ما عنده نية جرمية عنده بس موتيف عنده دافع دافع فقط فأكبر سبب هو التفكك الأسري والتفكك الأسري قد لا يعني طلاء قد لا يعني طلاء ولكن تنين ساكنين ببيت واحد فيترينا قدام الناس لكن كل الوقت مشاكل الأب بسكر الأم ما بعرف بتلعب شدة والأولاد ضايعين بين حانا ومانا في بالعكس في حالات طلاء أنا مش تشجيع لا لا سمح الله لكن بنحكي واقع في بتطلاء وبيكون خلص نصيب ما في بيظلوا محافظين على أولادهم وهذا إشي مهم لأنه هذا الطفل هو ثمرة حياتك ثمرة سر الزواج هو ثمرة سر الزواج ولازم توصله لبر الأمام لأنه هي مسؤوليتك سواء كنت أب أو كنت أم ما هي أكبر الوسائل التي ترينها بناء على تجربتك في حماية الأسرة إيش أهم وسيلة ممكن أن تكون قابلة للتطبيق لحماية الأسرة قابلة للتطبيق لحماية الأسرة هلأ إحنا في تفكك أسري؟ آه فيه فيه طبعا وفيه وفيه نزاعات زوجية وأزمات عائلية نعم إيش 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 أسرع وأنجع وأنجع العلاجات؟ أول شيء زي ما حكينا في البداية موضوع الوقاية موضوع الوقاية مهم جدا أنه الواحد يعرفه كيف يكون موضوع الوقاية قد يكون من خلال دورات بتنعمل للتوعية أو من خلال يعني أنا أذكر قبل 30 سنة كان فيه اجتماعات كان يعملها قدس الأب إبراهيم الدبور ومعه كمان أبو نابولوس خوري لما نسمعنا هذا الحكي رحنا وصرنا ندا وإحنا مش عارفين الناس منهنا رحنا عندهم كانت صير اجتماعات بالبيوت لغايات شرح الكتاب المقدس وقدسية سر الزواج هذا مهم جدا هذا بساعد كتير فموضوع التوعية موضوع مهم جدا وكانت ولا تزال الكنيسة بتقوم فيه سواء من برنامج الوقاية هذا حكيت لك عنه أو من خلال أنشطة توعوية بتنعمل للشبيبة بتنعمل للعائلات هذه أتصور سبل الوقاية ولما توصل للمحكمة فيه عند قانون بتحس إنه ثقافة العصر الآن وما يمر به المجتمع من تغير يعني في السلوك في العلاقات في النظم الاجتماعية وفي القيم والمثل تحس إنه صعبة تأسيس الأسرة من وجهة نظر حقوقية ومن وجهة نظر امرأة فاضلة مسيحية تحس إنه ما يحدث الآن في مجتمعنا التطورات اللي عملا بتصير بالمجتمع شوف أول شي العامل الاقتصادي العامل الاقتصادي بلعب دور أبونا يعني في البيت بده يعني تكاليف الزواج الزواج ما بحكي عن الحفلة ما بحكي بحكي عن الزواج كمؤسسة زواج بده تكاليف بهاي الحالة يمكن يصيروا يفكروا إنه أنا رح أقدر أعمل هاي الخطوة ولا لا من هيك في كتير أهالي بتطلبوا أشياء كتيرة بتطلبوا كأنه مثلا هذا العريس جاي يعني نأخذ منه أدبا بنقدر لا اليوم الصبية متعلمة والشاب متعلم ممكن يتعاونوا هن التنين بتحس إنه الأسباب الاقتصادية يعني مؤثرة لهذا الدرس بتأثر بتأثر طبعا طبعا لكن إذا في تفاهم لكن إذا في تفاهم يعني مثلا أحكي لك عن موضوع الإعالة موضوع الإعالة بالقانون الأصل الإنفاق على الزوج لكن في التشريعات الكنسية التعاون هو الأصل فإذا كانت المرأة تعمل ما في فرق هي وزوجها مع بعض إنهم يأسسوا هذا البيت مع بعض موضوع الاقتصادي يعني أنا مرات بسمع يقال إنه العام الاقتصادي الفقر اللي حاجة مجتمعاتنا مجتمعاتنا قرانا ريفنا كانوا أهالينا يعني ما كانش في ما كانش في كانت أبسط يعني كان في فقر ولكن مع الفقر كان هناك تقوى ومخافة الله يعني صار صرنا استهلاكيين حتى في منظومة البيت منظومة الزواج الاهتمام بالمظاهر كثير هذا الإشي التاني يعني الأول الإشي الاقتصادي الثنين زي ما حكيت أبونا موضوع المظاهر غير ما شو سوى وإحنا شو لنا نسوي بتشوفي هذه المحكمات أستاذة آه فيه بتشوفي هذه يعني فيه عند النظر في دعوة بين متقاضيين زوجه وزوجته عندكم بتشوفي إنه تأثروا نعم نعم فيه تأثر بالمظاهر كتير فيه عندنا هذا الحكي علما إنه الأصل هي البساطة الأصل إنه الإنسان يكون بسيط بكل شيء آه يعني بيوقفوا عند المادة كتير بيوقفوا عند المظاهر كتير بيوقفوا عند متطلبات اللي بيشرطها الشاب على العروس اللي بده ياخدها والعروس المتطلبات اللي بدها إياها من الشاب بدي إياها متعلم بدي إياها غني بدي إياها كذب هو نفس الشي بدي إياها جميلة بدي إياها ملكة الجمال يعني الجمال شوي شوي ما هي الواحد بتعود على التاني فالأصل هي الأخلاق إحنا لازم لما نيجي كأهل ننصح أولادنا نقول له يا ماما مثلا خد بنت عائلة بنت يعني أدمية تكون أهلها ناس أوادم ماشي بمخافة ربنا نفس الشي بالنسبة للصبية لما نيجيها شاب ينصحوها إنه هذا الشاب مثلا فيه الميزات الفلانية هو ابن كنيسة عنده تقوى عنده مخافة الرب هاي أهم من الأمور التانية عرفت كيف لكن بيضل هي قناعات هي قناعات أستاذة كريستين يعني وأنتي بالمحكمة أحكي لي كيف تبدأون الجلسة؟ كيف نبدأ الجلسة؟ في تقوص؟ في تقوص أول شيء أبونا بيصلي إحنا لهيئة الاستئناف وهيئة البداية كبعا إحنا عنا تنين خوارنا وتنين مدنيين أنا وزميلي فارس بيك الهلسة وفيه أبونا بولوس وأبونا عادي المدينات فأول شيء موضوع ونفس الشيء بالبداية فيه كمان قدس الأباء مع فارس بيك الداود نعم هي وطبعا الكتاب المقدس قدامنا وعادي منبدأ زي المحاكم المدنية أبونا نعم بنفتح الجلسات وإذا فيه شهود بنطلب منهم إنهم يحلفوا اليمين يعني الإجراءات العادية الموجودة بالمحاكمة مع الفروقات اللي حكيت لك إياها اللي هي عن سرية المحاكمة عن وجود بيت عائلة عن مثلا الطعن لدى المجمع المقدس هاي الأمور اللي بتتميز فيها محكمتنا الكنسة أنا أردت أن أصل إلى روح المحكمة الكنسية في جلستها نعم روحها شوف أبونا أصلا أنا لما بديت وحكيت عن تشريعاتنا قلنا إنه هي مستقى أحكامها من القتاب المقدس ومن حياة السيد المسيح له المجد على الأرض فإذا هذا هو جو المحكمة هذا هو جو يعني منحاول قدر الإمكان إنه إذا في مجال إنه يرجعوا لبعد وما نوسع الشرخ ليش لا بالعكس هذا مقصب لكن إذا كان من ولابدو صار هيك منوصيهم على أولادهم وإذا ما في أولاد بنقولهم احترموا بعض يعني عأساس إنه أعتبروا حالكم هلأ خلاص كل واحد ما إله عالتاني يكون في بينكم على الأقل احترام وبتصير عند الكثيرين بتصير عند الكثيرين لكن كمان فيه يعني ناس ما كتير ملتزمة بهاي الأمور المرأة الفاضلة من يجدها والرجل الشهم الفاضل أيضا هو أطلوبه طبعا يمكن لو بصلي المتقاضون بتوقع إنه أنتوا بتكونوا أسعد الناس يعني معقول للي بصلوا ويوصلوا لعندكم؟ معقول معقول ما هو أبونا مرات يعني أحد الأطراف يعني ممكن طرف بصلي وبصوم وهيك الطرف الثاني مثلا لا يعني هي علاقة خلينا نقول يعني في إلها تحديات العلاقة الزواجية في إلها تحديات إذا كانوا التنين ماشيين بمخافة ربنا وبيقروا الإنجيل وبيروحوا على الكنيسة لأن الكنيسة هي مش المحل اللي منحضر بس معمودية أو عرس أو بعيد الشر جناز لا هي المكان اللي فيها تقوس سيد المسيح له المجد هو اللي طلبها مننا وجودنا بهاي المحيط وبهاي البيئة طبعاً بيكون هون موضوع إنه يصير فيه شرخ بهذا أقل أكيد شو أهم قانون بالكنيسة؟ بالمعكب؟ أهم قانون؟ عندك أنت بعد تجربتك؟ أكيد قانون العائلة اللي هو الأحوال الشخصية اللي هي بتحكي عن أحكام الزواج والطلاق والتبني والحضانة والمشاهدة كل هذه ستقرأها على فكرة جميلة جداً رهم إنه القانون أديم أديم جداً ولما تم تعيين لجنة ببركة المجمع المقدس كان غبطة الباتريارك شرطه أو توجيهاته خليني أقول إنه القانون ما يلتغى ولكن يتم تحديث النصوص التي هي بحاجة إلي التحديث لأنه فيه أشياء قديمة نعم يعني حياة زمان مش زي حياة اليوم فيه أشياء مش موجودة وفيه أشياء ألا صارت موجودة أعظم الوصايا هي المحبة طبعاً طبعاً شكراً شكراً ساذة كريستين الله يخليك أنا سعيد بهذا اللقاء الطيب وسعيد بهذا الإنجاز وسعيد بهذا الحضور الحضور المرأة الفاضلة شكراً من خلالك من خلال شخصيتك ونحن يعني نعرف بعضنا من أكيد من سنوات ويعني ما زالت ملامحك تبعث الاحترام شكراً شكراً والاعتزاز في المركز الوطني لحقوق الإنسان شكراً شكراً أحبتنا بهذا نأتي إلى نهاية هذا المشوار الذي وصلنا فيه ومن خلاله إلى بعض ما أعطتنا إياه أختنا الفاضلة ضيفتنا الأستاذة كريستين فضول قاضية محكمة الاستئناف للروم الأرثوذكس وهي القاضية الكنسية الأولى في المملكة الأردنية الهاشمية توقفنا عند المحاكم توقفنا عند سر الزواج توقفنا عند الأسرة أعظم ما في الدروس التي نتعلمها في هذا المساء أن الذين يتكلون على الله يتقون الله يخافون الله يحبون الله هم الذين سيكونون وسيبقون بعيدين عن المحاكم المحاكم الكنسية ليست مؤسسات قضاء إنما هي وينبغي أن تبقى مؤسسات محبة ورحمة وعدالة إذا لم تكن المحكمة الكنسية كذلك فهي أقل ما يقال عنها أنها ليست كنسية الكنسة هي التي نقول عنها أنها الأم الرؤوم التي تحب أبنائها وعندما تقف إلى جانب أبنائها فهي تقف وفق معايير المحبة ومعايير الرحمة نتمنى لكل الذين يعانون لكل الذين يعيشون أزمات أسرية وعلاقات زوجية مضطربة نتمنى لهم أن يعودوا إلى الوصية الأعظم إلى مخافة الله وأن يحب الرجل امرأته وأن توقر المرأة رجلها هكذا ينبغي أن تكون الأسرة وأقدس ما في هذه الأسرة ثمرة الأسرة التي هي الأطفال إنهم البنون إنهم إنهم الذين يحتاجون إلى الحب والرعاية والاهتمام إنهم هم الذين بحاجة إلى عدالة الوالدين الذين قصروا في احترام بعضهم لبعض هنا نقول لكم إلى اللقاء في الأسبوع القادم في حلقة جديدة من عين على المشرق أحييكم وأتمنى لكم كل البركة والهناء أمين تصبحون على خير شكرا أبونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة